وقع وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير اليوم عقدين الأول لتطوير الجزء الغربي من الطريق الدائر الخامس والآخر لتحسين خط نقل المياه لمنطقة الوفرة وأكدت الوزارة ناقيمة العقدين تبلغ 155 مليون دينار تقريبا ويتضمن العقد الأول إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزء الغربي من الطريق الدائر الخامس وتشمل الأعمال إنشاء وإقامة خمسة جسور إضافة إلى تعديل جسر آخر وكذلك إنشاء طريق خدمات على جانبي الطريق وإنشاء جسور متصلة ومستمرة على الدائر الخامس فضلا عن إنشاء جسر عبور للمشات اشتركوا في القناة